وفي ذات السياق أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الأموال لم تكن الهدف من الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها العديد من الدول خلال هذه الأيام بما في ذلك أوكرانيا وأكد خبراء الأمم المتحدة أن عملية عمل القراصنة يؤكد عدم خبرتهم في جمع الأموال من ضحاياهم عبر الفيروسات والبرامج الخبيثة التي استخدموها في هجماتهم ووفقا للتصريحات مسؤول برنامج المكافحة الجريمة الإلكترونية بالأمم المتحدة فإن الفيروس الأخير أصعب من الذي سبقه في الفترة الماضية للتفكير فإن الهجوم الإلكتروني مس العديد من الدول الأوروبية والأسوية وفي أوكرانيا فتحت الشرطة 23 قضية جنائية في هذا الأمر